مدرسة النظم الاجتماعية وهناك عناصر أساسية لا بد من مراعاتها عند إجراء دراسة تحليلية لأي منظمة. أولاً، المدخلات. دراسة الإمكانيات الداخلة إلى المنظمة من البيئة الخارجية. إمكانيات بشرية، مادية، فنية، معنوية. ثانياً، المخرجات. دراسة جميع ما يخرج من المنظمة من منجزات، سواء أكانت سلعاً أم خدمات. ثالثاً، العمليات. وهي كافة الأنشطة والممارسات المبذولة داخل الجهاز لتحويل المدخلات إلى مخرجات. رابعاً، التغذية الراجعة. معرفة عمليات التأثير المتبادل بين المخرجات والبيئة والمدخلات. خامساً، البيئة الخارجية. وهي المؤثرات الخارجية التي تعمل من خلالها المنظمة وتؤثر على نشاطاتها.